أعوذي بالنسبة لي بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحليل بي الوحدة الأولى الغلاف الجوي الأتموسفير نتناول في البداية أهداف الوحدة فنتعرف على الآتي أي التعرف على الغلاف الجوي وطبغاته هناك ستة طبغات فنتناول كل واحدة بالتفصيل إذا افترضنا هنا الأرض فالغلاف الجوي يمتد إلى ألف كيلومتر وهذه الأول الطبغة تسمى تروبسفير على ارتفاع 12 كيلومتر وبعدها حوالي 55 كيلومتر واستمى الاستراتوسفير وبعدها الميزوسفير على ارتفاع 80 كيلومتر الميزوسفير وبعد الميزوسفير في الثيرموسفير والثيرموسفير على بعد 500 كيلومتر وبعد الثيرموسفير هناك الإكزوسفير 750 كيلومتر وفي الأخير الميزوسفير وفي الأخير الميزوسفير والتي هي على ارتفاع الكيلومتر ولكن سوف نتناول هذه الطبغات في الشرائح القادمة بالتفصيل ومكوناتها كذلك الدورات الغازية هناك أربعة دورات غازية منها الدورة النايتروجينية والفوسفورية والكربونية والمائية وكذلك سوف نتناولها بالتفصيل إن شاء الله في الشرائح القادمة التفاعلات الكيمائية في الغلاف الجوي وهي الفوتو كيميكال رياخشن أي الفوتو ديسوسياشن أو تفاعلات تفكك الضوئي وهذه كثيرا ما تحصل في الأتموسفير وأيضا يتم شرحها في الشرائح القادمة نمر أربع الملوسات الطبيعية والصناعية فهناك الطبيعية حوالي 12 نوع منها ومصدرها كالبراكين والقبار وحبات اللقاح وهناك 11 نوع ومصدرها الإنسان منها الهايدروكربونات وكربون ديكسايد أو سانيوكسيد الكربون وأكاسيد النايتروجين والكبريتات وسوف نتناولها بالتفصيل كذلك في الشرائح القادمة مشكلة الأوزون ونعرف جيدا أن وجود الأوزون في طبقة الاستراتوسفير جيد في هذه الطبقة سمه الاستراتوسفير طبقة ثانية التي تلقى الأرض طبقة استراتوسفير وجيد يحمينا من الأشعة فوق البنوسيجية ولكن وجوده على سطح الأرض أو على طبقة التروبوسفير يكون شيء سيء ويؤثر على صحة الإنسان وذلك نتناول في الشرائح القادمة أيضا بشرح مفصل لمشكلة الأوزون وفوائد عندما يكون في الطبقة الاستراتوسفير نمرسي تأزالة الملوسات والوسائل المستخدمة لمكافحتها والوسائل المستخدمة لمكافحتها وهنا تعتمد طبيعة الملوس الفيجائية والكيمائية وهناك حوالي أربعة أنواع من الوسائل منها مرسب كهربائي ومرشحات فلاتر أو مرشحات رطبة ومجمع ميكانيكي هذه النوعيات الوسائل التي يمكن أن نستخدمها لإزالة الملوسات طرق قياس الملوسات في الهواء وهناك طرق عديدة لقياس الملوسات يعتمد إصدامها على نوع الملوس المراد قياسه نمر الثمانية والأخير الوسائل المستخدمة لمكافحة التلوث هناك ثلاثة أنواع منها الأكسادة وتحسين الوقود وانتصاص البلوسات من قبل النباتات بهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى بالنسبة لهذه الوحدة إن شاء الله